بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة يعني كده شكراً لكل الناس الخشوة سيخش بعد شوية نبدأ لكم نبدأ سريعاً كود سودان الماسا كلاس وبعد ذلك نبدأ طوالي في الموضوع بتاني أول حاجة كود سودان الهدف منها الأساسي أنه نحاول قدر مستطاع نبسط التكنولوجيا ونوصل التكنولوجيا لكل الناس بحيث أنهم يستفيدوا ويستفيدوا منها حالياً لأنه أكبر مشكلة بتواجه الناس هو الموضوع بتاع الدراسة عموماً اللي هو القاب الكبير بين الجامعة وبين سوق العمل فنحاولنا نقوم نردو بالقاب ده فيه برامج فيه كورسال فيه الماسا كلاس فيه بودكاست كل الحديد يعني في الحالة اللي نقدمها واحدة منهم زي ما قلتها اللي هو الماسا كلاس الماسا كلاس إنه كل اسبوع يوم سابدة ساعة تمانية المساء نحاولنا نقوم نستضيف الشباب سودانيين إنهم خبرة طويلة في مجال معين ونستفيد من الخبرة بتاعهم يعني خلال ساعة واحدة لأنه نأخذ الأساسيات في حاجة معينة فالليل عندنا موضوع مهم شديد اللي هو الثورة الصناعية الرابعة وهي حاجة احتمالي يكون مسمى الناس سمعت به وفي ناس فترة ما سمعت به لكن موظم الناس بيكون سمعت بالموضوع بتاع الروبوتكس فنحن نتكلم عن مستقبل الصناعة والموضوع بتاع الروبوتكس الاثنين مع بعض تقريباً أنا بعرف زول ممكن يكلم نفسهم الحياة دي أغير محمد محمد صالح أو بالنسبة في أنت أفضل لك محمد صالح أو محمد عبد الله محمد علي صالح أبو حمد إذا ممكن تديني نبزة سريعة عنك وبحثاك نبضوا علي السلام عليكم شباب كيف رحالة الخبرة صحة كيف عملين أنا محمد عبد الله محمد علي صالح الباقراند بتاعي اكتر شي درس هندس كهربا تخصص تحكم من الأسلامية بعد ذلك جيت عملت ماجستيرينا بريطانيا في جامعة سلاس كلايت في مجال بتاع الـ Autonomous Robotics Intelligence System وهو مجال الروبوتات الروتوماتيكية والأنظمة الخبيرة اشتغلت في المجال بتاع الزكالي الصناعي وربطها مع الـ Control System ومع الروبوتات الروتوماتيكية عندي بابليكيشنز نشرت ورقة مؤخرا في مجال الـ Diagnostic اللي هو مجال التشخيص الطبي لإستخدام الزكالي الصناعي لتشخيص مرض باركنسون تعاونت مع جامعات كـ Collaborator في Research وفي أبحاث باستخدام نفس الخوارزمية في تشخيص أمراض ثانية كمثال تعاونت مع جامعة سانفورت في بناء نفس الخوارزمية باستخدام التقنية اللي هي ننقل الخبرة بتاعت الخوارزمية أنا عملتها لتشخيص الباركنسون في أنها تشخيص مرض الكورونا بالصوت بالضبط وكذا فلنحن نتكلم عن الميزات للناس كيف تقدر تسفيد من الزكالي الصناعي بينك تعمل حاي وتقدر تدخلها في تطبيقات ثانية بكل وسهولة وسرعة وتوصلك لدقة عالية جدا في فترة وجيزة بالضبط في نفس الوقت برضو أن رئيس الجمعية السوداني المابل المياه بنشتغل بروجيكس مع الهو في الميال بتاع sustainability الحيات الممكن كيف نستفيد من التكنولوجيا دي في تطبيقات عمليا في السودان في مشاريع ممكن يكون عندها يمباك كبير جدا لأنناس كثير تسمع عن زكاية الصناعية تسمع عن IOT وتقول لي مفاهيمة موجودة في السودان ما يمكن تطبيقها في السودان ثم نحاول نسبة العكس إنه لا نحن في مشاريع اشتغلناها في السودان باستفادة من التكنولوجيا دي بكل بساطة يعني موضوع ما هو بالتعقيد الناس بتخطنوا لها وين نحن والسودان وين من الحاجة دي وكذا بالضبط دا حياتي لنطلقنا دا رقولها له وهي إنه الهدف الأساسي من المستقلاس وبالذات المستقلاس دي إنه نحن نتكلم عن حاجات شغالة مثلا في أمريكا ولا شغالة في البريطانيا ولا الكلام الكثير والحاجات دي كل المصطلحة دي نحن كل مرة منها نحن نبسط الكلام بقدر المستطاة ونحاول إنه نشوف الابليكيشن بتاعته كيف إنه نحن في السودان بالحيال حاصلة حاصلة جاي مشغالين جاي ما ممكن نشتغل يعني في المستقبل القريب وخلينا نبدأ بأول حاجة بالجزئية الجولة من المستقبل الصلاة هي الثورة الرابعة نحن كلنا عارفين في الثورة الصناعية اللي هو بداية البخار وما أدرك وبعد ذلك الناس عملوا منها الترينس والحاجات دي كلها لكن خلينا ناخد الثورة الصناعية ذاته الأولى شنو والتانية شنو والتالدة شنو والرابعة هي شنو والرابعة ذاته مختلفة من القبضية طبعا هي الثورة الصناعية الناس عارفة تاريخها في الأول في القرن الثاني عشر عندما بدأت هنا في بريطانيا في حيات كثيرة جدا من الستيم انجين الواديكي اخترعوا الماكينة بتاعة البخارة اللي هو الماكينة اللي حاسي موجودة في جامعة السراسكلايد اللي هو أنا درست فيها الماستر اللي هو مؤسس الجامعة نفسها هو مخترع الستيم انجين يعني انتوا قاعدين محلة الثورة صناعية بالضوكي الثورة بالنصف فبتشوف يعني كيف الحاجة دي حصلها ايبولفين يعني انه بدت من الانجين بعد ذاك الناس عملت القاطرات الماكينة وكل الحياة القامة دي بدان عن الماكينة يعني ايجات بعد ذاك بدت تطور دخلت يعني الزكالة الصناعة نستكلم عنه حسي هو موجود لسنين يعني عقود من زمان الناس بتستخدم المشين ليرنج والحياة دي بصورة اكستنسيف لكن الناس حسي عدو بيقول شنو ترينز الناس شوية بيقول تعالف عنها معلومات يمكن لانه المعلومات ما 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 اكسيسبل للناس في الدول العربية كتير جدا يعني في مواقع كتيرة جدا نحسي زي ما تشوف في تطبيقات بيشوفها مثلا زي الابيني اي اي مثلا في تشات بوكس وكدا ما موجودة في سودان فدي ما كانت في الحياة دي بس لكن في كمية من الريسورسيز كانت ما السودان يعني الناس كتير في الدول العربية يعني ما عندهم معاكسس للحياة دي فشان كدا بيكون دوق هما الناس عرفت الكنسبت لكن هنا في الغرب اليوم سنين يعني الناس شغلة فيها ومطبقة في حياة كتير جدا بالضبط فهو بعد ذاك بقت زي ما في الاتصالات مثلا يقول لك الجيل الرابع الجيل الخامس هو ال 4G 5G والناس مشا نفس طريقة الاندستري يعني حليقي نشوف كيف كيف اندستري 4P0 هو الجيل الرابع من الصناعة فرقوا شنو من الصناعات الفاتت باني نعرف الكمبونات بتاعته شنو شنو بيخلي دي أصلا تكون الجيل الرابع من الصناعة بتفاصيل معينة زول يقدر يعرف ايه بيفرق المفاهيم بتاعت اندستري 4P0 من القطر مثلا بيشتغل بالستيم انجن فشان تعرف كيف تدرك ده حصل في الصناعة لانه وصلت الجيل الرابع او ما يسمعها بالجيل الرابع من الصناعة كده طيب 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 الجيل الاول اللي هو بتاع اللي هو الناس فجأة قاموا انه انه انت ممكن تشغيل لك مكينة باستخدام بخار وماشاء الله يعني عبروا الناس اللي هو عملوا الترينات وعملوا ماكينات وعملوا حيات كتيرة شديدة نعم حبرا؟ انا ما عارف هل الحياتة صح ولا لا لكن هل الثورة الثناعية التانية اللي هو كانت الثورة بتاعت الكمبيوتر والحيات دي ولا كانت حاجة حاجة مختلفة ايوه هو يعني عندك هو بدت من شنو يعني التاريخ بتاعه طبعا من اول حيات الناس اكتشفت شنو الايون الحديد بعد ذاك الستيل منه بعد ذاك شنو القطارات من اول الحيات الخشط في الهدي في سنة 1857 كان بالنسبة لأول يعني ده الاول قطار صنعومه الستيل كان في سنة 1857 فبعد ذاك ده كان بداية شنو الصناعة تاني جاءت بعد ذاك الكهرباء الكهرباء دي جاءت في 1881 ان هو اللي جاءت المفاهمت على شنو كيف انو يحولوا الانجين زي او يعملوا انجين من شنو الايكتريكو او كيف استبيدوا من الكهرباء في نفس في ميكانيك الموفمين في حركة ميكانيكية واستبيدوا من بعد اكتشافه من الكهرباء بالضبط كده فعد ذاك جاءت شنو البترول فالبترول جاء بعد الكهرباء فالناس برضو بيقيت تشوف البترول دخل حيات تاني يعني سنة 1859 يعني كل حيات دي شوتها في القرن الثامن عشر كانت جاءت البترول الكيميكلز الكيميائيات جاءت بعد ذاك التكنولوجيا في المجال البحري زي السفن برضو دي برضو وقت تخش يعني بعد من القطارات طوارجة شنو جاءت السفن في 1845 وهو دي كان من اول باخرة كانت هي راكلة برضو البريطانية برضو هما البريطانية هما جابوا البريطانية دخلوا ما شاء الله كانت طوارجة دساته جاءت فيه بالضبط يعني القطارات في الغنة 18 الاول باخرة تبنت في 1871 ده في المارين تكنولوجي فجاءت منه بالبترول وبالاليكتريك يعني دي بدت شنو بعد ذا كيف يستفيدوا من الصورت لانه اول الحقيقة الصناعة دي كلها مبنية على شنو على طاقة الانيرجي فالانيرجي بدت من شنو من البخار بعد ذاك جولة شنو الكميكلز دي البترول والكهرباء فكلها كانت في شنو السورة دي بدت في القرن الثامن عشر بعد ذاك جشنو البلاستيك الربر السايكلز العجلات عاية بدت شنو قبل الكارس يعني الناس بدت بلعجلات اول في بداية في نهاية القرن الثامن عشر يعني الكرني موسيقى أول تزايلي كان لدي كارس هي الـ Automobiles بدأت الأشكال الأولى للعربات تشبع العجلة لكن فيها انجين تكون لديها ثلاثة عجلات كده بالضبط بدأت من بداية القرن يعني نهاية القرن الـ 1889 وبداية شنو بدأت أول ديزاينز بظهرت في 1888 بدأت شنو يعني جاءت فورد بقت تعمل مصاني يعني كمفهوم بتاع مصنع وفاكتري بدأت من 1896 بعد ذلك أو بداية القرن الـ 19 في 1903 اتأسسه فورد موتور كامبني من أول الشركات برضو شنو بدأت اتأسست 1885 بعد لكن بعد ذلك شنو عملوا يونيت بتاع التصنيع وكده في 1903 طيب أنا مدير مدير هنا مدير نظر قطعك لكن طيب يعني أنا عارف أنه الموضوع بتاع ثورة تاريخة طوي الشديد وماشاء الله ممكن نحن أخذ يعني كده ساعة جاي كلها في الحاجة دي ماشاء الله يعني ما كده ماشاء الله ما بتقصير في الحاجة لكن حلينا نقوم بعد أن نمشي للمستقبل أو الحاضر والمستقبل الحسين اللي هو الثورة 4.0 شنو الحياة الموجودة فيها وشنو الموضوع اللي نقول يعني شنو الموضوع الممكن وليانه والله ياخدي معالم الثورة الرابعة طيب الثورة الرابعة جات بعد تطور عدد كبير من المفاهيم اللي هو يعني الاندصلي 4.0 لأنه ظهرت حسي حالياً كمية من البرودكت الزكية جداً زي المنازل الزكية الروبوتات الزكية الزكاة الاصطناعي فدي كلها مفاهيم ظهرت فقدت لهم الناس كيف تقدر التسافيد من كل التكنولوجي دي في أنه مع بعض يعني تعمل تشاركي في حاجات الزكاة تشاركي في حاجات الناس ممكن تسافيد بنا يعني بيتك يكون مربوط مع المصنع يكون مربوط يعني حياة كثير تكون تنشنو الناس كيف تقدر تسافيد من التكنولوجي والإنترنت في اختراعات جديدة في مجالات جديدة الناس ممكن تخش فيها يعني حريكي نشوف طبعا بريطانيا عملت دراسة اللي هي لـ 2050 اللي هو 2050 اللي هي تكون هي الدولة القايدة في المجال بتاع انتصري فوركين أوف من المفاهيم بتاع تستصنابلتي اللي هو حيث ده المفهوم بدعين نحن نحسي كل الدول دائرة بـ 2050 الناس مفترض البريطانيا طبعا هي أول دولة تشاهد في الصناعة وحسي هي يعني اعتمدت حولت الاقتصاد بتاعها لأنه 80% يكون معتمد على السيرفيس والتكنولوجي في نفس الوقت حافزت على قوة الاقتصاد بتاعها اللي دمقلبت ألمانيا يعني حسي ألمانيا لسه اعتمادة على الصناعة وبريطانيا حولت الاقتصاد بتاعها للمجال بتاع السيرفيس وللأبحاث وللزكاة للصناعي والروبوتيكس وكده وحافزت على نفس المستوى الاقتصادي بتاعها فده الجانب تعصي الصناعي فألمانيا حسي تشوف مشكلتها معروسية فإنه عشان تقدر تحاول تشوف بدائل للطاقة حتكلفها مبالغ ضخمة جداً وفي نفس الوقت اللي طاقات البديلة ولغيره فإشان كده انت محتاج شنو فبريطانيا في الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي اليوم والمواكبة مع التغيرات الحاصلة فتلقاهم دائماً شنو في الحتات دي فهم يخطوا فما ممكن تجد تكلم في مؤتمرات عن الـ والناس مفترض توقف الـ إنتاجه للسانكسي الكارتون والداكسي الكارتونيت والبيترول والحياة دي وانت تكون ما مطبك في نفسك فالحل الوحيد اللي هو الناس مفترض تعتمد على الـ بريطانيا عملت خطة ميزانية بتاعت اكتر من 120 مليار جنيه السمار في مجال الروبوتكس والزكاة الاصطناعية في مجال الروبوتات والزكاة الاصطناعية بصورة رغم انهم ليهم سنين ادوبتت اللي لاحظوا هنا في الدياقرام ده بتشوف مثلا الميكرو داتا سنتر مراكز الداتا المفاهيم بتاعت تلقيت الحياة ترينت كانت طوب في الصناعة فده زي شنو ان المصانع نفسها تكون سمارت ان المصانع ممكن هي المصنع يكون عارف الناس محتاجة لشنو انه تعمل تستميز الحاجات اللي انت عاوزها تلقيت حاسي المفاهيم بتاعت المصانع الزكية في انه زول يخوش مثلا حاسي مثلا تلقى في اديداس تلقى في البرانز دي ممكن تسوي الديزاين بتاع السنيكرس الجزمة اللي انت عاوزها بالشكل اللي انت عاوزوا في الديزاين والسولو اوضر يجيك بنفس التفاصيل تلقى برضو في شركات شغالة في المجال بتاع الملابس وغيره بصورة كبيرة جدا فدي مثلا 3D printing برضو من الحاجات اللي كانت طوب في 2015-2016 الماشين learning يعني دي الحاجات اللي كانت طوب بسط فيها بريطانيا انها منتصل في غمة الهرم ده ده معناه بوسط المستوى الخامس المستوى الخامس ده خلاص انه في كمية ضخمة جدا من الشركات على مستوى واسع جدا فكان الفوكس في الثلاثة دي بصورة كبيرة جدا 3D printing والماشين learning طيب في النطة دي ممكن نقول انه الفيتشر بتاعت الثورة الصناعية الرابعة في العالم عموما هي الحاجات اللي هو 3D printing والذي بس عبارة عن حاجات بسيطة أو حاجات صغيرة كده من والأدكتب والأدكتب منفاكترين طبعا سيري بنتي يتربط بالمفهوم بالأدكتب منفاكترين كيفية انه المصنع يصنع حاجة واحدة دي خلاص ما ينفع ما سستينبول بيقت انه مصنع يكون مثلا في موسم في حاجات موسمية مثلا ملابس تعد الشتاء ما ممكن يكون مصنع متخصص مثلا على ملابس الشتاء الفترة بتاعت الصيف والربيع وكده كده وقف يجي تاني فبيقت ما حاجة شنو ما بتمفع فالمصنع عندهم إمكانيات ممكن يصنع أكثر من حاجة فهم ده عملوا المفهوم بتاع الادكتب منفاكترين انه المصنع ممكن يصنع أي حاجة ممكن يصنع بيبسي ويصنع أحزير يصنع ملابس يصنع بالضبط فده انه تلقي خط إنتاج واحد انا كنت شغال برضه مع شركة هريس ما سيكون معكي شركة استشاري لشركة شغالة في مجال تاع الصناعة فدهل يكون عندهم خط إنتاج واحد فهو أكثر من منتج أكثر من منتج ممكن يجي بيبسي يجي بالضبط فعساس المكينات بتاعت التكفيف دي كان نحن يشتغل بتاع المكينات التكفيف للأغذية فممكن المصنع يصنع يصنع مثلا مربع يصنع بيبسي ويصنع كده يعني أكثر من منتجي في نفس خط إنتاج لكن هذا الصناعة يقدر يفرق التكفيف والسرعة بتاعت المكينات يحصل لها كاستمايز حسب شنو المكينات يعرف انه ده شنو مثلا دي بوطل بتاعت بيبسي ولا دي بوطل بتاعت مثلا صلصة ولا بتاعت بالضبط يعني مربع ولا غير الحية ذكرتني حية اللي هو انه انا بذكرت زمانك لما كنا مش المصنع ستيم تمام معاك في العطلة بتاعت انه المصنع شغلته انه يعبي بوطل بصعة ستيم وستيم كمان شفتها يعني انا حاسينه اذا يبتليه بيبسي هيكون اموره هتخرب نفس الحية برضو بذكر بيها الموضول بتاع الوقت زمانك لما كان في الكورس والحيات زي دي كان بس يتركز على حاجة واحدة زي الأهل الحازمة بس بيتحاول انه تتضرب بتعمل تطلع الحيات لكن بعد شو يجل الموضول بتاع الكورس بينك ممكن تعملش كم حاجة في نفس الوقت لانه مثلا البروسيسر اللي هو تقريبا دي اذا انا مفاهم صحة دي ممكن تكون الهوبة في الهي فمعناته هيكون في قادر افهم الحاجات الماشية في السير دي عبارة عن شو ما بس عبارة عن مكانة يتودي الحاجات وربعات دي عبارة عن صلصة دي عبارة عن بتعمل تكسيرة دي عبارة عن كده دي عبارة عن كده دي عبارة عن الاتجاه الفراني وهكذا صابت؟ والحالة ما ستحصل لو ما إذا ما كان عندنا كان عندنا ماشي ليرنينج كان عندنا برضو سينسر كان عندنا ثري دي برينتين كان عندنا الحاجات دي كلها اللي هو بيزاكي دي كلها جزء من الفوث ريفولوشن أو الثورة الصناعية الرابعة نعم بالضبط يعني كيف يعني مثلاً ذي قد طباعة السلسلة معناه ممكن أصنع مليون حاجة معناه طالما عندي دي زاين بتاعه ممكن أصنع أحزي أصنع أصنع شنط أصنع غيره فبناء على شنو الدزاين فطيب أنا ممكن أوفر المواد الخام بتاعت الحاجات دي وبناء على الطلب أصنع شنط أصنع ملابس أصنع أحزي أصنع غيره بيشنو بالاستفادة من التكنولوجي بتاع التلاتي في تصنيع أكثر من نوع فطرما الماكينات انت جيت عندك ماكينات تاعتمد على الحي واحد شنو يعني مثلاً حتى لو عندك في البطل زي ما قلتها مثلاً ممكن بتعبي بيبسي طيب انت وكيل للاتنين زي مثلاً دال بدأت تقول ده مصنع للكولا مصنع البسي يكون مصنع واحد اللي هو بيصنع للاتنين في نفس الوقت فالماكينات تاعت البطل برضو بتاعته انه تصنيع بطل للبيبسي بطل لكده الكستمايزيشن ده بيشغل تاعتك في ما نفعكش لم يكون مصنع واحد حتى جاء في مفهوم انه البروفكان بيتكلم في الحتة دي في انه جاب الحتة بتاعت المايكرو فاكتري هو دي المصانع جاء هو جايش هاي للشنطة والشنطة عبارة عن مصنع يفتح الشنطة يربطها بالكهرة بتصنيع سبير بارتسي بيقول انه حياته المسال الصغيرة جدا ممكن تكون ليه تحتاج مصنع ضخم ماسيف ممكن يكون مصنع مصغر بالضبط كده فجايشه القادة عبارة عن شنطة عبارة عن مصنع بصنيع سبير بارتس طبعا الكلام مجدام عليش اذكرني بمبارك كنت بس معليه في بودكاست هو سعودي البودكاست تمام وهو كان بتكلم عن انه هم فينا سجابوا طابعات فلاسيات الابعاد لكن بتطبع ما بتطبع علي مثلا بلاستيك مرة 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 ممكن تطبع علي حديد عديد ايه ممكن هم فهم بدل ما يقوم مثلا الشركات بدل ما تمشي تطلب قطاع الغيار بتاع العربات من برا بيقوموا بيعاملوا الديزاين لقطاع الغيار ويطبعها عندهم في السعودية نعم نعم بدوها للشركة فالشركة بديتقول يا الله يا اخي انا دار جارة بوكس جارة بوكس تافيه كده وكده 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 لانه يعني كده قاعد تكسر كثير في العربات فهم بيطبعوه وبرسلوها لهم فما بيحتاج انه يمشوا للشركة ويعملوا حاجاتي كلها فهلا يا دي حاجة شغالة في الصين يعني الصين المصانع الاسبيرات بتاعها ما قصنا على المصانع يعني تلقى البيوت لو مشيت مدينة بوانزو في الصين تلقى البيوت تسمع كككككككك في الليل كلها فالناس شغالة البيوت كلها بتصنع نوع معين من اسبير مخصصين فيهم فالمصنع بيجي الصباح بدل يليم من كل واحد يجيو قروشه وشيء الاسبيرات ذي اللي تصنعوها ويجيوهم حاجهم يمشي شنو يعبيها في الباكسي بتاع ويرسلة يصدرها عالميا بالضبط فكده الناس شغالة وبالضبط بمفهوم بتاع المايكرو والادكتيف منوفاكتشرينج بصورة عملية يعني زي ما قلت حسي الناس ظالمت ديزاين موجود لسبير بارتس الممنع شو الناس شنو تصنعين طيب ثاني بعد ذاك المفاهمة الثانية الظهرة معنا دي حكاة المدن الزكية اللي هي دي زي يحسي زي مدينة نيون في السعودية حسي يتكلموا عنها في موضوع السمارت سيتيز والمفهوم ده فالسمارت سيتيز في انه يعني حسي نحن الـ Autonomous Cars العربات اللي بتشتغل برضو يخاش في الـ Robotics اللي هو العربات الأوتوماتيكية زي تسلا مثلا في المود بتاع الـ Auto Pylots بتاعها وكده فالمشاكل في الحياة دي انه يعني هي ممكن تكون مبرمجة لكن الـ Behavior بتاعت الناس لو عملنا مدينة فيها كلها Autonomous Cars عربات أوتوماتيكية وزكية ما بيكون لدينا مشاكل لكن المشكلة ما يكون في ناس مع شنو مع Autonomous Cars فتجديني نحن مشاكل يا سازا طلعتيني بقيت القفا فدين بتبقى شنو عشان كده جال مفهوم بتاع الـ Smart Cities انه المدينة كلها تكون Smart تجي الـ 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 الالـ اليت كوله يسمع ما تيجي خاشي من البيت بيقوم يقوم يقرأ الفيسيكس برشن يعرف المود بتاعك شنو بالضبط كذا فبيبقى بعمل كسطمايز دي البيت كله بناء على الحاجة دي فتلقى التلفزيون والأي حاجة في البيت الانترنت الحاجات التي تسمعها فدي كلها تكون بناء على المود بتاعك والحاجة التي تحبها بالضبط التلاجة زادة تكون سمار في انه مثلا في تلاجات سمار مربوطة بالنتبه مجرد ما نقصت منها حاجة معينة هي براءة بتعمل order بالبطاقة بتاعتك او المودة بعد انتهت بالضبط كذا الهناي ففي المفهوم بتاع الـ Predictive Maintenance في انه بدلنا استنى لما انه يحصل فولب في حتة معينة بناء على داتا معينة ممكن تتجمع من الموتور أو من اي حاجة فبناء علىها بعرف انه متين هيحصل فاليا وفشل فيه مثلا بعد شهر شان كنت تقوم شنو تجيب تعمل order للسبر قول ما يحصل انه للسبر يخسر بالضبط دي المفاهيم بتاعت الـ Smart Cities وكذا برضو هي جزء ما شنو من الـ Digital Manufacturing برضو خاشي فيها الشغل بتاع البلوكشين اللي هو الـ Cryptocurrency اللي هو الـ Cryptocurrency بالضبط كذا هي دي جزء من شنو من الـ Industry 4.0 الجانب بتاع الـ Digital Twin Digital Twin دي شنو؟ اللي هو التوأم الرغمي التوأم الرغمي دي أصلا كانت تطبيقاتها في نحن عندنا في الـ Digital Twin كانت في انه يعني اي مكناة مثلا كان بيصدم زمان في الماكينات يعني مثلا لما انتجي شركة سيمينز والشركات دي مثلا صنعت مكناة معينة تقوم تعمل منها الـ Digital Twin اللي هو التوأم الرغمي الـ Virtual منها فإنه لو كد يحصل فولت أنا ما مش أجري في المكناة الـ Physical ده أنا أعمل ترابل شوتين العطل دي وأعرف الفولت وين أقوم مش أعمل نفس الـ Condition دي في المكناة الـ Virtual مثل السيموليشن فهناك لما نجي عرف المشكلات من شنو حتى نجي بعد ذاك إلى الـ Physical لأنه أحيانا الـ Physical بيكون مكلف جدا مثلا في المواني في بورسودان الكرينات القسرية مشترينها بـ 10 مليون دولار للكرينا الواحد فما ممكن تيجي تجرب منظومة بالـ Price يغلل لنا الضرائب بعد ذاك يغلل لنا الضرائب بعد ذاك يغلل لنا الضرائب بعد ذاك بالضبط كده فدي هو الـ Digital Twin في شركات شعلت الـ Digital Twin المفهوم بتاع الـ Digital Twin لـ Next Level زي شنو زي فيسبوك عملت حكاة الأفاتار ذا الأفاتار ما هو نسخة من الـ Digital Twin فيسبوك عبارة عن ماشين بتاعت ذاك أي حاجة انت بتعملها على المنصة بتاعت فيسبوك مسجلة مش مسجلة بيتم تحليلة يعني المحادثات بتاعتك التكس شفتها بالـ Text Mining البوستس اللي بتجيب فيها وقلت البوست معين البوست عبارة عن كتابة في التكس مينيج يعني من التكس مينيج بنعرف إنه الكتابة دي عبارة عن كتابة من Keywords انت بتحب شنو بوليتكس بتحب Entertainment بتحب كده لو فيديوز بيتم تحليله لو صورة بيتم تحليلة بالـ Image Processing لو فيديو بالفيديو Stream Analysis فدي كل هداتة بيتم تجميع عنك في الفيسبوك، وقساب، انستغرام، ثلاثة منصات فكده أنا أقدر عندي داتة كافية جدا نعمل توين منك توأم رغمي منك فأنا كده بعرف الحياة انت تحبها شنو وبعرف انت يعني فشان كده لو ما تجد ألقى دعاد والإعلانات جاية تزول يقولوا الله، هاي بيحسوا إنه أنا الحياة قد ند والله ركت قاروها فكاري وما قاروها فكارك لكن عارفين أي حاج عنك لأنه أنا مانا أجمع كمية داتة زي دي عنك ما كمثال من البيت يعني اللي زوجتي في البيت والأخواني يعني صاحبك شديد اللي والسنين معاك بيعرف الحاجة اللي بتزعي لك شنو بيعرف الحاجة اللي بتفرحك شنو، صاحو أو ما صاحو؟ فدي من الحياة اللي هي بناء عليها إنه اللي من داتة جمع عنك فنفس الطريقة هنا دي الداة دي وكتجمع عنك بكمية قدر دي اللي أي حركة أنت بتعملها وقفت في بوص ساكت وقفت زمن قدر كيف على اللغتة كتبت شنو ده كله بيتم تحليله فنو يمع كيمية داتة قدر دي عنك أنت طبعا من حكاية جي دي بي آر ما في خرق للقوانين بتاعت الداتة لأنه ما نمو محتاج لإسمك يكون تاج لإسمك معه محتاج لكلاستر كأنه دي نسخة منك رقمية بخد كلاستر الناس ازاي دي الناس في الفئة دي بيحبوا كده وكده وكده بيتم تصنيفك بناء علي كده فبعد ذا بناء علي بيتم فيسبوك وتعمل كستمايز الحاجات بتظهر معك حتى البوستات تلقى ناس ما متابعهم بيظهر لك ناس انت متابعهم ما غير يظهر لك ليه؟ لأنه دا ينك شنو تظهر معاك المحتويات اللي انت بتحبها عشان تقدد زمن أطول في المنصة قدد زمن أطول في المنصة المستثمرين أو الناس أصحاب العمال بيدفعوا في جروش في فيسبوك لأنه بيكون العايد الاستثماري أعلى فانو أنا بعمل إعلانات في فيسبوك بيجيني عايد عالي فأنا هدفع أكتر المرة جاية تلقى عشرة مليون دولار بدخلها في فيسبوك ولا خايف لأنه عارف العايد الاستثماري من هذا كله من فوائد الزكاة للصناع وشوال كده أنا من كلام هذا بقالي واضح أنه الثورة الثورة الصناعية فيها حاجتين يعني هذه حاجة نحسية الدكتورات هو بيزيك الإنتيجريشن للتكنولوجيا مع الصناعة في جزء منها كبير إنتيجريشن للتكنولوجيا مع الصناعة وجزء منها الثاني الماكنات ذات الزمانية وكان يشوفها حاجات بس هي قاعدة بيقولت لا هي حاجات ذكية قادر أن تعرف الحياة التي نحن دقلناها فبالتالي هي ترسل داتا تستقبل داتا تعمل موديفكاشن كثيرا أو تعمل تعديلات كثيرة شديدة فحليني من النقطة طوالي أقوم نقط سريع للموضوع ودائرة أقوم أشوف الحاجة دي فيه مقطتين النقطة الأولى أنه يعني أنا كأحمد الله متقول لي الروبوطات تأتي في رأسي دائما الروبوطات الصينية الزمانية وتأتي بصورة وشكك تك هذه هي الحاجة التي تأتي في رأسي فأنا أعرف أنه العموان الروبوطات هي ودائر أعرف بالصورة تانية أنه في السودان هل نحن استخدمين هذا الحاجات؟ نحن نعرف من المسابقات أنه الفريغ الفلاني مشهر المسابقة والفريغ الفلاني مشهر المسابقة لكن هل نحن حاليا في السودان كحاجات عندنا نستخدم هذه الحاجات؟ أو لا؟ فخلينا نبدأ بأن الروبوتات هي شنو؟ عموما بتعريف عاملها وبعد ذلك المستقبل أو الحياة الحاسية حصلة في السودان طيب قبل ما نبشي للروبوتكس فيه حاكتين مهمات لازم يتكلم عنه يعني انت شايف الانفتاح الحاسي بنتكلم عنه ده جاءت الـ smart cities الموضوع بتاع الطباعة سلسلة البعات جاءت موضوع الـ internet of things والحاجات دي الحاجة اللي بتخوف الناس هنا شنو؟ حاكتين السيكوريتي بتاع الحاجات دي لأنه دي عبارة عن data ضخمة جدا عن التسريب لداتة زي دي بالحجم ده مش بتسبب مشاكل تريكي تلي استخدمت في جنو في أغراض تانية الحاجة التانية الـ ethics الأخلاقيات لأنه الخلاقيات تحكم الحياة دي كلها مثلا زي واحدة كانت بتكلم البروف كان جايزة علان جدا في انه قرأ في مقالة الواحدة بتقول انه الناس في المستقبل مفترض يسمح لهم انه يشلت الروبوت فشنو الغوانين بتحكم الروبوت دي يعني مسلا جات الأسئلة بتاعة الـ ethics الأخلاقيات في انه طيب نحنا جمنا الروبوت وبيجي تحكم في مدينة كاملة فطيب لو حصل أكسيدنت حاد يعني مسلا في ذول جاء مسح الزكابة بتاع الروبوت دي روبوت الحكم في الكهرباء بتاعة الخرطون كلها جزول مسح الزكابة هلو يعتبر غتل؟ يعني العقوبة في الحتة دي شنو بالضبط فدي من الـ ethics الحقيقة الثانية للأخلاقيات زي حسيني ما تتكلم عن الـ deep fake مثلا حسيني ما تشوف فيديوهات على المشاهير بيقولوا كلام نفس الصوق تيبكال بالذكالة الصناعية مستحيل يعني بيصل مرحل انه فبتقدر تعرف انه ده الزوال هو نفسه ولا ولا deep fake الصورة نفسها بييبك فدي عندها أخلاقيات مشاكل أخلاقيات في انه طيب لو زول استخدمها في أغراض تانية مثلا في السودان زول عمل بـ deep fake فيديو عنك تعال اغني عليه الناس دي ترفع الفيديو والموضوع مش هو الناس ما تصدقك أقرب الناس لك هتصدق فالموضوع هالأخلاقيات والاستخدام بداية الحاجة يجب أن يكون في حكمة للموضوع دي ان شاء الله مرة تانية هيتكلم في الحتة انا عندي برنامج جاي حيث يكون في موضوع الحكمة والأخلاقيات بالنسبة للذكالة الصناعية بزاف سكوا بديقات الصحية مثلا في الميديكال وفي كده طيب نجي لشنو الحتة بتاعزيمة قلت الروبوتس الروبوتات في انواع بين الروبوتس الانواع ان احنا اكتر حيات عارفة اللي انت بتقول بتحرك كده دي الاندستيري الروبوتس اللي هي دي اللي بتكون في المصانع مبرمجة تقوم بحاجة معينة بتلقاها بحاجات شنو بتجميع العربات بيقوم بحركة معينة بشيل بركب شيل بركب كده فده مبرمجة على حاجة معينة لانه الروبوتات والذكالة الصناعية لفترة طويلة من السنين كانوا بيتطوروا كل واحد منفصلين تماما الروبوت عبارة عن ماكينة بتبرمجها عساس بالانظمة بتاع التحكم عساس انه تقوم بمهام معينة في الزكالة الصناعية لفترة طويلة شنو؟ بيتطور براوه حصل قات مشاريع بتاع الدمج الزكالة الصناعية مع روبوتكس اللي هو من ضمن المشاريع دي كان حسي اللي هو الماستر دي بتاع اول ماستر هو بيدمج الزكالة الصناعية مع روبوتكس في انه كيف يستفيدوا من التطور بتاع الزكالة الصناعية في عمل انه الروبوتات لانه انت تصل للمفهومة عن دصري 4.0 انه المصانع ما تصني حاجة واحدة معناش انه تكون فليكسبل تكون مرنة لانه تصني عكتر من حاجة يبقى دي الزكاع ما برمجة لان المدد البتك هل تبazi عن الروبوت çekحشن باي حركة الوحده او يتعلم وجاد المفهين بتاع الزكات الصناعي الأحدث وانه وجاد مفهين بتاع التصنيوع انأ الخوارزميات زي التكلم تكلم من الروبوت يتعلم من الالم LEARNERST الرياضران在براءات نحن لم ياندي unit لي حاجة معين كما تقول التكلم ذي هو اللوت الزكالة الصناعي يعتمد على unit unit لا يوجد انضاء التجounce ٢يب إذا أنا فهمت الحاجة نين، الموضوع بيتها الـ Reinforcement Learning اللي هو زي كأنه شافع وجدعت في الشارع بس فهو هيجرب، لما يعمل حاجة غلط، حت قمت قوليه وده غلط فهو يقولون مرة جاي يذكر، آه، دي حاجة غلط، ما مميحوظة أعمالها يقعد يجرب، 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 يجرب بالطريقة دي لا، أنا أحيانا ما محتاج تدخل هومن في إنو شنو أيوة، يعني مثلا أنا دار، أنا عملت أخر زمي قبل كده في الـ Reinforcement Learning Robot في الـ Walking Robot بيمشي فأول حقيقة خليت يعني بتدوه الـ Components كلها وإنوه جاهز لإنوه ممكن يمشي بعد ذا بتخليه بعد ذا يشتغل بـ Reinforcement تلقوا بيحرك مثلا الأرجل، حركة الاثنين مع بعض يلقى ما بيباشي قدام حركة فاشلة بيقوم يلقى مثلا يحرك رجل الوحدة اللي قدام دي الوريقة اللي تودوه قدام يحفظ الحركات الناجحة، اللي هو دي بخوارزمي حسميها الـ Multiple agent في إنو لمن ينجح تدوه ريورد زي الكلب يعني يعمل حاجة كويسة والطفل تدوه حلاوة، كده حيعرف إنه جنو، ده سلوك تمام وكده فدي زي الألعاب، فبيتبرمج بردو بنصف الطريقة دي، فتلقاوا بعد شوية ما أخذ تلاتين دقيقة بعد شوية قامت جاري الروبوت، خلاص يتعلم شنو الـ Walking يلا المشكلة الناس بتخاف مش شنو إنو نحنا ممكن نربط الـ Agency الـ Robots دي بالـ Cloud مع بعض، فهو تعلم حاجة بيرفاعه في الـ Cloud بقيت الروبوت بتعلمه من دون ما تجرب، فبيبقى الزكاء تراكم يا Community of Intelligence، ما زي الإنسان؟ الإنسان لازم يتعلم المشي، لازم يحبي، أيزهم لازم يحبي، لا، هو لا، هو تعلم بيرفع الخلاصة اللي هو عرفة دي على الـ Cloud بعد ده كل الروبوت سالتانية بتعلم حاجة دي يبقى الزكاء الإنسان، لأنه بيشوفوا إنو ممكن تصل لمراحل بتاعت الإنسان، إنتا شنو؟ أنت ما عارف هما ونصلوا وين بالتحديد، فبيقولوا الحياة دي ممكن هنا، لكن فديد من الحياة اللي الناس بتسهل فيها، يعني مثلا الناس يوم متين كان عارفة إنو ممكن تطير يعني طيرات دي، فممكن فجأة كده يحصل لنا يكون عندها لوجيك، فحس الناس شايفة مثلا زي الشات بوكس اللي هو بتاع OpenAI إنو بيشوفوا إنو كانو فيه في لوجيك، أنا حسي اختبرتك بالفترة في حاجة يعني مثلا في المفاهيم بتاعت الـ Standard والفريمورك في إنو The New Question يطبق فريمورك معين، تلقاوه بيرص الفريمورك، وبعد ذلك يجيب المسألة، وتلقاوه بيخدت اللوجيك كده لما بيصنف يصليك لي، حتى حاجة ما عندها إجابة accurate رغم ما رقم لا، إنو مثلا الحظر دير يعني هل هو يعني فياتو رينج، بيحدد لك رينج يعني ده لوجيك، فده لوجيك، ده لوجيك، ده لوجيك، ده لوجيك ممكن يكون يعني نسبته كم؟ بالضبط كده، فتلقاوه بمنطق يجيب الـ Standard بعد ذلك يجيب الشغل اللي أنت قلت، والكيس الستاضي، وبتعدي بدي حل لحل 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 لحل، بيصليك للنتيجة، بلوجيك، فده نحن بيسميها النوحلة بتاعت الكوغنيتف، حالي يتكلم في الهرم بتاع الـ Industry 4.0، تبدأ من شنو من الحساسات ومن كده، لأغل أعلى حية في الهرم، هو حل وصل لحل وصل لحل وصل لحل في المفهوم بتاع الـ Industry 4.0، بالضبط، يلا الفرق بين الـ Industrial Robots والروبوتات اللي احنا بتتكلم عنها، زي حسي مفهوم بتاع الـ Co-Bots، الـ Co-Bots ده إنه هو الـ Collaborative Robots، اللي هو الروبوتات اللي يشتغل مع الناس، طبعاً ده حسي الشركات باقي تستثمر فيه بصورة يعني بعد الكورونا، لأنه وقت الكورونا المصانع دي كلها توقفت، وحكاية إنه البصائق توقف نهائياً لفترة قدرتي سنة، سنتين، ما بتنفع، هل الشركات تصرف؟ هتصرف بصورة ضخمة جداً، يعني أمازون حسي عملت فصلة أفوق 10 ألف نفر في الأخبار لو ما سمعتم، لأنه بقت عملت كمية من الـ Warehouses المخازن الشغالة fully autonomous، يعني أنت بتعمل طلبك، بتطلطك من الموقع، الموقع الـ Order بيستلموا روبوتس، بيمشي يجيوه من الـ Location بتاعه، وإذا عملت باقي يتشحن يجيك، ما في بني آدم بيخش في الحتة دي، فحتى الترتيب بتاع الحاجات حسب الـ Demand، في حاجة معينة الـ Demand يتاع عالي وهي في جوة الـ Warehouse، بيجيبه من قدام يخد تاويرات، تلقى مشغالين مثلنا من الـ Robots، بيشيل الـ Racks تاعت المخازن، تخد دي هنا تودي دي الـ Connection، تكون المناولة سريعة بالضبط، فده كله دي من الحاجات اللي هي، ده الفرق بين الـ Industrial Robots القديمة، في السودان في نمازج، يعني مثلا، النمازج زي في الـ Industrial Media الموجودة كثيرة في المصانع كمية زي مصانع وشت مدعات، مصانع دالت، كمية بتلقى في الـ Industrial Robots، الـ Smart Robots اللي هي دي بتلقاها مثلا في المينة، الكنات الجسرية دي عبارة عن روبوت بخمة، فيها برنامج زكي جدا هو الـ Auto Pilot، طبعا السودانيشان ما يعرف تعلم معه وتلقوا عطرين البرنامج كلهم، بالضبط كده، الـ Auto Pilot ده مجرد ما خلاص الكابتن، حسنًا ما بيستخدموه في take off and landing، لكن تلقى بعد ما خلاص الطيارة استغرد على مسار معين، بيقوم بخطة في الـ Auto Pilot، تلقى الكابتن يكون نايم والطيارة ماشية براها، لما انتصل بعد ذلك يجي في الـ landing، يعني بيقل تشغل الكابتن بس في الإخلاع وفي كده، وقد يحصل emergency لحدة معينة دالي لوجه، أسنار رحلة كلها بتلقينه الـ Auto Pilot شغال براه، بالضبط كده، فديمن الحاجات اللي هي ممكن تشوفها يعني موجودة والناس ممكن تستفيد منها. النطة دي، هل في مستقبل عموماً للسودان في المقربة الروبوتيكس؟ يعني أنا عارف أنه يعني مثلاً، أنا عارف أن السودان عندهم دراهد على الميكاترونيكس، تمام؟ يعني بعد الخرطوم، أنا عارف أن الناس كهراء برضو بيقلوا جزء من الروبوتيكس، لكن نعم العموم، أنا لحد أحسي ما أسمحتك بأنه في الشركة بتقوم تعمل applying للحياة دي، اللي بشركات بسيطة، احتمال أن أكون ما أسمحت بيها وكلام، لكن أنا دار أشوف الحياة دي، يعني الـ application بتاعت الحياة دي في السودان، والمستقبل بتاعها عشان تتعامل كيف، إذا جداً. أوكي، طيب، ممكن نحن نعرض الهرم بتاع الـ Industry 4.0، نشوف نحن وين من الهرم دي، بالتحديد، إشارة تشوف، أوكي، ساري، أوكي، تمام، ده الـ Industry 4.0 mindset، اللي هو بالنسبة، نسميها زي المراحل بتاعت شنو، بتاعت الـ Industry 4.0، أوكي، اللي هو زي 5C's, البنية بتاعت الهيكلة بتاعت الـ Industry 4.0، طيب، المرحلة الأتحدة دي أقل الحاجة اللي هي الـ Smart Connection Level، اللي هو دي مثلاً حكاية إنه يعني يكون في، زي، يكون في communication، سنسر مثلاً، حساسات تكون مربطة مع بعض، كNetwork، تجمع الـ Data من أكتر من حتة، فالحياة الموجودة يعني في السودان، الماكينات البتاجية، المولدات وغير وكده، فيها شنو، فيها سنسر، فيها communication، فيها نتو، كم كده من الحياة الكتيرة جداً موجودة، في المرحلة دي. طيب، المرحلة الأعلى منها، اللي هي Data to Information. ما عليك بس يا حمد، اللي هو النقطة الأولى دي بس داية، تعمل الـ Connect للناس مع بعض، أو تعمل الـ Connect للحياة مع بعض، حساسات مع بعض بالضبط كده، إنه الحساسات رتبط مع بعض، عشان تجمع داتا معينة. الحياة دائماً بتكون عن طريق الإنترنت، بلا بس يهلوه واي فاي، ممكن تكون شبكات عادية، يعني ممكن Networks Local Network، يعني شبكات محلية مثلاً، زي مثلاً هنا في إشارات التحكم، ممكن تكون في حيث ما نحن هنا الـ Campus، نستخدمها مثلاً في الإشارات الضوئية، عشان تكون طبعاً لما تكون الـ Distance عالي مثلاً زي الكرين دا عالي جداً، زي كم طابق، تكون زي عشر طابق لفوق، دي ما ممكن نقولها الإشارة كهربائية، لأنه في وسط الـ Distance بتكون فيها اللوصيس وكده، وبنستخدمها إشارة ضوئية اتحد، تتحول من إشارة كهربائية إلى ضوئية، وتمسك الـ Distance دي، بعد ذلك هناك تاني حصل لها تاني شنو، تحويل، تحويل، في أنه تاني، فيه إنكودر وفيه ديكودر، فيه داكي فيك الكود بتاعه، وتعرف السيجنة تكون وطلت هناك، فدي موجودة، موجودة بالنسبة للموليدات، بالنسبة للعربات كلها، العربات تلقفها كمية من السنسلس وكده، وفيه نتورك رابط الإشارات بتاعته وكده، أوكي، طيب، المرحلة التانية، اللي هي Data to Information Conversion Level، هي كيف أتحول الداتة دي، جمعناها لمعلومات الـ Information، بالضبط كده، مثلاً، حتى جاءتني مثلاً، إشارة من التنكي بتاع الوغود إنه شنو، التنكي نازل من المستوى بتاع كده، خلاص العربية شنو، ويقول لك اللمبة أولاً، اللمبة أولاً، اللمبة أولاً دي Information، المعلومة دي مبنية على شنو، على Data جات من حساس، على بيانة جات من حساس، وراتينه شنو، اللمبة بتاع الوغود، انت محتاج تمشي تعمل كده، بالضبط، فده، اللي هو الحاجة، أوكي، واحد واصل معلش، لا 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 تضيح، اللي هو، معناته أنت أول حاجة بتعمل كونيك للحساس دي مع بعض، حتى تديك Data، أيوة، بيرسل لك معلومات بتاع أنه ضغط الزل لكم، البتاع بتاع وكم، الحياة دي كلها، تمام؟ بعدين انت بتحول، اللي هو الليفل الثاني، بعدين بتحول الده هدي، لمعلومات تستفيد منها، نعم، اللي هو مثلا، الدكتور ممكن يقول، والله يخي الزلد عنده، اتفاع في داخل الدم، نعم، أوكي، نعم، أيوة، زي ما حتى قلت في المجال الصحي مثلا، يعني الأجهزة الطبية وغيرها وكده، فدي بتجمع Data، بنانا علىها، بتقوم تدي شنو، مثلا، في شغلة الـ Diagnostic، التشخيص، التشخيص بنانا على Data معينة بعد ذلك، كي يتم شنو، التشخيص الزلد بنانا على Data دي، معنات نطع بمعلومة، أوكي، المفهوم بتاع الملتي ديمينشنال Data، إنه الـ Data تكون عندها أكثر من شنو، من ديمينشن، إرتباط لبعض مثلا، يعني مثلا، مثلا زي ما، قلت في البنوك، البنوك، الناس اللي بدك تأخذ غروض من البنوك، أو الناس اللي، انت دا تديهم، بتتبع لهم بالدين، بالآجل، فكيف تعرف إنه الزلد ده، ده ممكن ما يدفع، وده ممكن، ده ما عنده مشكلة، ما هنا هنا في، مثلا في أوروبا والدول، هنا، بتلقاها، بتعمل شغل تاعة Credit Score، الـ Credit Score ده، بنانا علىه، بغرر إنه هل الزلد ده، بيدفع، ولا ما بيدفع، فبنانا علىه، بيوقف تقول إنه الدك بيع بالآجل، ولا لا، فدي عندها بيانات كثيرة، مثلا شغلك، الـ History بتاع ده، وكده ما في فوتورة ده، فوّدتها، بالضبط الـ History بتاعك، الـ Financial كله، بيجمعوه، يعني عمرك ذاته، أحيانا مثلا، بيغطوها ذو العمر، مثلا، والله الناس المرحلة بتاعك كده، لكده، وبعد ذلك وضعك على الاجتماع، مثلا، متزوج ما متزوج، شغال ما شغال، الحيات ده كله عبيتين تجميعها، فبنانا أنا جمع على الـ Data دي، بطلع بعد ذلك بشنو، بـ Decision معين، فبعمل حية بتاعها، تل هي دي، الـ Smart Analysis، وانا بحلل الـ Data جاتني دي، بتحليل زكي، وبنانا على التحليل الزكي ده، بقدر شنو، أقدر أصل لنتائج معين، طيب، دي موجودة، يعني مثلا، ممكن تلقى كميمة، أنا حاسي الناس شوي بدأت تحرك في السودان، في الحتة بتاع Data Analysis، التحليل بتاع الـ Data، بالنسبة للشركات برضو، يعني كشركة أو كبزنس، انت محتاج تجمع الـ Data، شان تقدر تعرف مثلا، الـ Business بزاعة ده ممكن يخش، يعني مثلا، الناس اللي قاعد تجيدي، قاعد تفتش على شنو، الخدمات اللي انت عندك، والما عندك، المحتاج تغفره شنو، الـ Data لـ Information، لمعلومات، دي عندها فواية كثيرة جدا، دي على المستوى ده، في كمية من المجالات ممكن نسفد منها، في الـ Business، في الشركات الناشقة، في السودان، كمية من الشركات، ما شاء الله، خشت في التكنولوجيا بصورة كبيرة، لكن، ما مستفيدة فولي من التكنولوجيا، يعني واحد بيقول لك، يسووا تطبيقه لموقع، ما بيشتغل بالـ Data خالص من الموضوع دي، فعمل بعض، بس دائر عنده الـ Data لديناس سجلوا كده، لا، في مليون ألف الـ Data ممكن تجميعها، مثلا جوا الموقع ده الناس قعد تقعد وين أكتر، يغطوا صفحة قاية يقعدوا فيها، قاية يضغط وين في الموقع بتاعك ده، بيقول له بيتم تحليله كـ Data، وممكن تستفيد منه، تعرف مثلا التقوّر في الموقع بتاعك كـ User Interface، في الـ User Journey في التطبيق، فالـ Data دي كلها بدين تجميعها، الزول ده عمل شنو جوا التطبيق، قاية وين، فتح شنو، قاية تكم في الصفحة دي، دي كلها الـ Data مختارة تجميعها، لكننا لا، بالجميع بس أيضا، أنا عندي قصة صغيرة في الحياة، معلش، نحنا كان عندنا برامج بنقدمها، ونقدم فيها في كوتس الآن، وكانت كلها أولاين، ونحنا نقول الحياة، أننا برامج بنقدمها أولاين، تل، بيجي تقريباً كم زول بيزع لك في الـ Chat أنه، هذا البرنامج هو أولاين، هذا البرنامج هو أولاين، هذا البرنامج هو أولاين، فنحنا كان عندنا كمية بتاع الـ Data بنشوفها من الناس، لكن هناك مشاكل لا نستفيد منها، يعني كان، كما قلت، إبارة عن Data، بس قاية أنه، فلان ده سجل، فلان ده ما سجل، بلو حياته بشكل كده، فلقيني أنه، واحدة من المشاكل، بلواجها الناس، أنه الزهد بيخش، ويشوف التفاصيل بتاع البرنامج، وما بسجل، تمام؟ هناك كمية الناس اللي بخشو كتال، ويمكني الناس اللي بحصد، ويمكني الناس اللي بسجل وسط، فوحد من الحياتة اللي جنى، أن هناك معلومات كثيرة، ومعرفة عن البرنامج من البداية، قبل أن يبدو تسجيل ذاتهم، اللي هم منه اللي يسох من الناس، فبالضايخ، اللي تماما، ، وحاولنا نقوم بمكينا كده، ونعمل له هاته، ويشتغل أحكيد من المشاكل، واحدة من الحياتة، الكبير إنه الناس نتعرف إنه البرنامج ده أولاين ولا أفلاين. فبيقيني كيف نجد أن نوضح الحاجة ده بقدر المستطع بالنسبة للناس. إنه يا أخوان البرنامج ده أولاين. أولاين 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 أولاين. فالقيني إنه نسبة الناس اللي بيسجلوا مبدئيا قلت. لكن نسبة الناس اللي بيكمل التسجيل زادت. أيوة بتكون عندك الـ conversion عالي جدا. بالضبط كده. فكانت معنا حاجة 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 شديد. بالضبط كده يعني أنا برضو نفس القصة اللي شركة كنت اشتغلت لها هناي تحليل لأنه عنده مشكلة في. يعني بيعملوا campaign تاعت تسويق إلكتروني. بعد ذلك عنده مشكلة في الـ conversion زي ما قلت الناس ما قاعدت لي. فقمت بشيت عمل تحليل. أنا الأساس حللت الـ pipeline بتاع الناس من تخش الموقع لتعمل الـ conversion هو المرحلة الأخيرة. ده بيسمحنا الـ tunnel بتاع الـ customer journey. من بداية ما هو يخش لما يتم الـ order completion. فلقيت الـ tunnel ده ماشي زي الهرم كده بالضبط. فقلت له المشكلة وين. فانماشيت أحلل بعد ذلك كله صفحة بيخش لها الـ customer بيتنتحليلها. فلقيت المشكلة الحقيقية في الحتة بتاعت شنون ما يجي يختار الـ payment method. فلقيت إنه هو ما خدت لهم خيار غير إنه بس PayPal. ناس أدفع بال PayPal. فلقيت إنه قلت له يغل المشكلة هنا ده في الحتة دي. إنه محتاج تعمل الـ contract مع شركة بتاعت payment gateway. فإنه يكون عندك option الناس ممكن تدفع بالبطالة 80 مباشرة. الماستر كارت، فيزا كارت، الأوبشينات الثانية. بالضبط. فعلا عملنا الـ contract مع جهة payment gateway. ونزلناها في الـ website. ونزلناها في الـ conversion عالي جداً. بقي استفيد من الناس الجدي لدي تحليل. فالناس ممكن. ومنه برضو من الـ data اللي ممكن تعرف. أنا كشخصياً في شركة. عندي شركة بتاعت شغالة في المجال بتاع شركة SANS. في الـ consultations الشراء التدريب هنا في لومن. وعند شركة تانية بتاعت ريميت وايزل. هي دي في الـ financial technology في مجال التكنولوجيا المالية. فالـ data دخلت بالذات مع الـ financial technology في Fintech. فلقيت إنه ما عارف الناس دي. مثلاً الـ order. فدخلتني في أسواك تانية للـ business. بالضبط. قيت أقدر استفيد منه. بدلاً الزودي جاي يشتري حاجة واحدة. قوم شنو؟ استفيد منه من أكتر من حاجة. بالضبط كده. فدي الحاجة عملتها الخوارزمية بتاعت recommender system. عساس إنه عارفة الزودي طلب كده. حيحتاج لي دي و دي و دي. بالـ recommender system. فدي. بالمسبة الخوارزمية دي حسي هي دخلت لـ Amazon. زادت دخلت لـ Amazon. لفوق الـ 40% من دخلتها. لأكتر من فوق الـ 46 مليار دولار. فقط بالـ recommender system. بسبب الخوارزمية بتاعت recommender system. في أمازون. حكيت إنه ما يجي خاشي الزودي يقول له. والله الناس اللي يشتروا دي يشتروا معادي و دي. بالضبط. نفس الطريقة في شركة اسمها تارجت. لا سمعت بها. تارجت برضو بالـ recommender system. عملت خوارزمية. بس تستهدف الـ pregnant women. من الشوبينج. يعني بيقيت تقدر تعرف إنه مرضي حامل فقط من الشوبينج. شوبينج حابيتس. بس. يعني بإنه هتشتري شنو كده. بناء عليها بيقيت تعمل. فالدقة بتاعتها فدت 90% في إنه تشخص ناس. يعني حتى اكتشفت ناس تينس. وإنه هم بريغنان قول ما هم أصلا اكتشفوها بالتسينج. وبعد ذلك تجيب لها إعلانات بناء على الحاجة دي. بالطريقة تقدرون يدخلوا سنويا ما يعادل 23 مليار دولار فقط من شنو. في استهداف الـ pregnant women. بس. أوكي. أنا لديك الثقارات ولكن خلينا نفعل أكتشب تاني في الحاجة دي. أوكي. 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 طيب. المرحلة الثانية. وهذه الداتا وهناية. يقول لها إذا ما تشفنا تطبيقات الناس ممكن تسفيد منها كيف. بحاجة بسيطة جدا. المحل الأعلى من كده في النظر الفوربين هو السايبر. وديني من هنا نحن ندد الركاكة هنا. بالضبط تمسك أقرب موقع سوداني تعمله أناليسيس بالجانب بتاع السايبر. يعني أنا واحد قال اشتغل موقع كده عملت لهم ريبورت مطلق ليهم قرابة يعني أكتر من فوق 2000 سغرة في الموقع. فديني هنا الناس بيتعلم برمجة برمجة وما بيشتغل بالسايبر خالص. صح يا أماك. في حاجة الناس أصحاب العمل في السودان كتير فاكرين موضوع بس إنه جب ليه تطبيق وشغال وخلاص جب تمبريت وشتغل على كده وانتهى الموضع عنده شغال. لو ما شغال لو حصل اختراق كيف. لازم يكون فاهم العميل ده إنه لو حصل اختراق الحاجة دي ها كيف. الخسارة ممكن تكون شنو. الخسارة ممكن تكون تنتهي من البيزنس كل وكل في الضبط كده يعني دي من الحياة الخطرة جدا السايبر سيكيرتي في إنه أي مشكلة فيها ولا كده. فدي جاء المفهوم بتاع السايبر سيكيرتي وحكايتنا في بريدانيا من أعلى الناس اللي بيتفعلون موضع في السايبر سيكيرتي اللي هما بيستقدموا الزكاة الاصطناعي في السايبر سيكيرتي. اللي هو ده 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 اللي هما يعني يعني artificial intelligence for السايبر سيكيرتي. فالناس التخصص ده من حياة يعني مرتباتهم بتبدأ من مئة ألف يناس تلين وتطالع. فديون الحياة اللي هي ليه لأنه بيقى الزكالي الصناعي محتاج فدوره بيقى كبير جدا في السايبر سيكيرتي. يعني في حتى في شركة انا متذكر اتواصل مع واحد منهم من لينكتون لكني تابعة للديفنس التفاعة البريقونية. فديل العرض بتاعها من خمسمائة ألف جناس تلين. نص مليون جناس تلين. فالحياة دي يعني بزات في الحتات دي بزات السايبر سيكيرتي. لو انت عارف الحتة بتاعت السايبر سيكيرتي مكتمر الشغل كله. فالديل الحياة اللي احنا عندنا في عشر من هنا تلقى شنو. نحن واقفين هنا اعتقد. نحن كويسين. نحن كويسين. نحن كويسين شوية الناس معشة كويس يحسوا كده. لكن. يعني معلش لكن انا متقدت يعني في راسي بيجيني طوال انه اسمات كونكشن ليبل دي. نحن الحكومة قاعدة يقيفه هنا. نحن ملاحظة انه يعني موظم الوزارات بتكون لديها كمنية بتاع الداتا. اما مستفيدة بنا بالضبط كده. دي دي ايو ودي كتير هنا. يعني ممكن تقول تمانين في المئة من هنا. في ممكن تقول عشرة في المئة ولا في الحتة بتاعتها شنو. ممكن تستفيدوا من الداتا. لانه ما كنت رحس الناس في حتة البيزنس الاناليسيس. والناس زي دي لو في قشب الداتا. دوب الناس شنو. بقى الداتا تتعلم الحاجة دي والداتا اناليسيسو كده. يعني لسه شنو. وانا حتى. حتى. ممكن يعني اقول لك. انا عمدي بس كاتوريس اتنين. شغالين بالداتا. بالداتا. واحد الشركات الكبيرة. اللي هو. دالزين. امتين. اه. دمع دي كلهم. سي تي سي ووقس على ذلك. الستارتر تحسي شغالة. او الستارتر تبصي القيمة ادوب. اللي هو بقيت تستخدم الداتا بطريقة كوية. بس بقوا عارفين انه. المجال ده برا شغال به طريقة. اه بالضبط كده. اه. اوكي. طوام شايف. على ما انه مختلفت. السيبر السيبر سيكريتي. السيبر ليبل ده يعني مثل او خادس خالص. بالضبط يال. هه. مهي. الحياة التانية مسيح انني حكايت. يعني في السيبر سيكريتي. هناك مفهوم بتاع. توين موضل. فو كمبوننس المشين. يعني مثلا الماكينات قوطنها توين موضل. اللي هو ازي ما حسين تلك مفهوم بتاع. دي كتوين. دي كتوين دي حتى في السيبر سيكريتي. إنت مثلا وقت تجرب الشغل فيرجو والماشين ما هو توين موضل فيرجو والماشين بإبارة عن توين موضل بدلت تقعد تجرب في أجهزة الناس وفي السيرفرات تحت الشركة والسيرفرات يكون خسرين فيها قدروا كيف فيكون المفترض يكون الشركاء عندها توين موضل من الأنظمة بتاعتي فدي ما في فتلقى الناس بيتايب الشغل بتاعها في المنتونس بعد ما يحصل الاختراق ولا بعد ما تحصل المصيبة حتى بعد ذلك تلقام شنو بيتحركوا في المفترض على طول الشباب يقول لك نحن بقيت كنت في محاضرة برضو مع الشباب في الهناي فكان واحد من الشباب يحكي ليه بيشتابكوا من حيث بتاعتينه الناس الخاشين ما بيخلوهم يخشوا إنهم معاكسس للسيستم أصلا ليه لأنهم متخوفين وشنو يعمل مستقس طيب ليه انت خلي التدريب يكون الحقيقي الفيزيكال سيستم مفترض يكون عندك فيرجو والماضي من الحاجة دي حكا تديك داق توين دي من الحاجات اللي هي بيزيك في سايبر سيكريتي المفترض تكون عندك عشان تقدر تخلي ناسك دي لتدربوا على طول حسي مثلا زي أمازون في الـ AWS في الكلاود عندها زي الحكاية تاعت العناكب كده بيراك تنش تخرب أو عندها منكيز بيسمها الكيس منكيز فدي تعمل عشوائية تمشي تخرب تختارق هنا وهنا تشوف كده شنو النظام بتاعك حيحصل له أدابتيشن كيف في سوائن نحن عملنا المنظومة دي الموقع تبقى ولا رمش لأنه بيكون حمله هوستينج في كل الغارات في نبس اللحظة وفي قبل من الداتا وطوموس في أتمتال الداتا طوال موقع تتغل طوال للداتا سنتر الثاني في سواء ملة من الثانية والاختراق حصل في الحتة دي تلقى الموقع مواصل في الفرنشن بداعتي بكل سرعة فديمان الحياة المفترض أن الناس تتحرك في حلول تحت الكلاود ونلسى في شوف المشاكل يعني أنت عارف مثلا زي هناي بنكك الناس عارفة من قام عارفين الناس اليوزرز كم نفر أنت عارفة الترافيك بتاعك فما ممكن ليهم الليلة الناس في هذا الترافيك دي قاعدة الداتا معروفة الناس عارف يعني حتى ممكن ترجع الناس ما عندهم علاقة بالداتا بيعرف إن الوكتة الوصد اللي بيكون فيه وشنو فيه وكتة عشنو بيك بالنسبة للتطبيق تقنع خالص في الوقت ده لكن أبسط زول عارفة المعلومة دي فما بالك بمنظومة زي دي الناس ما مستفيد فتعرف الناس ما مستفيدة من حتة دي خالص الحاجة الثانية برضو بتاع الجانب بتاع الكلسترينج والداتا ماينينج ده كل بحتي بتاع السايبر ليبل هو كيف تقدر دي مرحلة عالة من إنه بس تحول الداتا لإنفوميشن لكن برضو شنو الجانب بتاع إنه كيف تشوف الحقيقة عندها علاقة ببعض وممكن تشوف الخوارزين المتقدمة زي الركوميندر سيستيم اللي بتاعت أمازون وديه التارجتس وديه ممكن تكون في الحتة دي يعني برضو في السايبر ليبل وامازون طبعا ماستر في حتة السايبر هل أصل شعرت لك اختراق في أمازون بالضبط لي لأنه الكلاود يشتغل فيه بصورة كبيرة جدا في الجانب تاع الإنكريبشن فالحاجات دي حسنا دارين ناخد اعتماد لشركة تعترف المقال في الفينجيكس في اعتماد معين محتاجين شغالي عليه فأنا أسهل لي بدل أجيب مبرمج وأقعد أردم له يعني أنا شغال بس شندرس في الجانب بتاع القوانين واللو البوليسي في مقالة الفينجيك في أمريكا أمريكا طبعا عندها مليون ألف قانون يعني تعد دولة وبعد ذلك كله مقاطعة عندها قانون بعد ذلك في الستيت ايجنسي اللي هو الاجنسي الفيدرالية في يعني برنامج جدا محتاج اشان التسوي تاخد كمبلاينس لكل القوانين الأمريكيين محتاج تصرف مما يعادل واحد مليون لثلاثين مليون دولار بس في الحتة تحت الكمبلاينس فتخيل ده تجيب الدات ده كلها تدالي ومبرمج عشان أقعد يخط تلك الريقليشن دي في الداتا الشغل دع جيدي بار بوليسي والداني بتاع السايبر السيكوريتي والحيات دي ايك ده ده لك سنين فأحسن أنا أقوم شنو أعمل بارتنشيب شراكة مع أمازون يدونيك تمبلتز هم أعملوها كستمايز لشركات مماسطة للشغل بتاعي فكده أنا أعملت بصورة غير مباشرة عبر الأمبريلا بتاع بتاعهم هم بالضبط هم جهزوا لك فديما الحيات ممكن تستفيد من الشركات الجاين دي في إنك تصل لمراحل مقديمة جدا بصوريك أقصر زيدة في السايبر الأعلى من السايبر اللي هو الكوغنيتف اللي هو الكوغنيجين اللي هو كوغنيتف اللي هو شغل التعامل كوغنيتف كوغنيتف كن تت이� يعني GB كانو أعملت أخوار بي إقشخص وطلع decisions بلوجيك لأنه حتجمع داتا وبناء الداتا حتحلل وبعد ذلك بيعمل clustering بعد ذلك تريد مرحلة بتاع شنو الdiagnostic إنه تطلع شنو قرار مثلا decision making collaborative diagnostic and decision making فدينت وزلت مرحلة بتاع شنو cognition هو إنه شنو يعني كانه بيفهم وبيقرر بالضبط كده فالقرار ما حاجة سهلة مش الموضوع التحليل التحليل ده ممكن تحليل data analysis الexcel ممكن بالشغل بتاع زمان كنت نشتغل وتاع الاحصل هو مادة بعد ذلك جال machine learning وكده فدي من حيات حللت ال data ها طيب يعني شنو فإنت حسي قاعد تستخدم ال data إنت لقاعد تعمل decision تقول والله إن إحنا كان مشكلتنا في كده ده قرارك انت لكن ال cognition ده إنه القرار ذاته تقوم به وشنو المنظومة نفسها إنه ده شغل ده بقى فهم بتاع حسي deep learning برضو بتقدم حد التعلم العميق في الزكاة الاصطناعية بقى في خوارزميات خشت في المرحلة بتاعت ال cognition level هي إنه الهو دي يعني مثلا يكون عندك remote visualization for human مثلا زي الافاتار ما إنه أنت بتقوم كأنه أنت حتغرر صح فيقوم الافاتار ده يغرر بينابة عنك أنت عارف أنت حتعمل شنو وانت حتكون راضي بغراره مثلا زي شنو تلقى الافاتار زي موجود مرضو في المنصات تحت التعليق في الـ investment الإستثمار مثلا في شغل اللي تكلمت عنها في الـ blockchain في العملات الرغمية بدل أنت ما عارف ما عندك خبرة في شنو في الإستثمار في المجال التال العملات الرغمية ممكن تستعين بالزكاة الاصطناعية يكون في ايجنت مدرب على داتا ضخمة جدا في عدة القروشك أنت وبنانا عليه هو اللي حيقوم لك بالقرار وانت تلقى رباحك ماشا بنانا على شنو على القرار تعزكاة الاصطناعية هو زول الخبير دي المستثمر الـ advisor الاستشاري في المجالات الإستثمارية وكده ما هو عبارة عن شنو خبرات متراكمة نحنا جيبنا الخبرات دي كلها ده زي نافي شنو زي ما حسي لو شدت الـ chatbot ده عبارة عن بيقول لك يعني trillions of words يعني تريليونات من الكلمات دخلوا عليه كتب وهناي فبنانا عليه بيبدأ شنو يبدأ يطلع قرارات ينو بيجاوب عليك بيستجيب ليك بلوجيك بحاجة منطقية جدا يعني human like أمشي شوف الحياة اللي بتبليك report الحاجة معينة ولا كود ولا كده human like خالص يعني بالضبط فاللوجيكال ده بكمية الداتا فنفس الطريقة طيب المستشار ده ما هو عبارة عن شنو أنا عملت خوار رزمية دقة بتاعته وصلت دقة زول محتاج بعد ما يكون مستشار عشرين سنة خبري في المجالة شنو نصل لدقة زيدي بالضبط كده لا إذا كان حسل الشركات الشغالة في يعني أعلى أعلى تكنولوجيا في المجالة الصحي الدقة بتاعته 80% في الدايجنوكسيك للمرض تاعته لباركنزون فديك وصلت لفوق التسعين في البيع فبالضبط فدي بتكون شنو في الكوفيد وصلنا من 98% إلى 98% ف98% دي أعلى من البي سي آر بالضبط كده فدي دي سيجنس عالي جدا في الدقة في المرحلة بتاعته الكوغنيجن أنا كنت في ووكتشوب قريبة برضو مع لجنة بتاعت خبرة في WTO مع مناطق الصحة العالمية هما للجانب هما طبعا عنه خشيحة تحت الحوكمة واخلاقية الزكاة للإصطناعي في المجال الصحي بالضبط هذه الحاجة المهمة جدا إنه هم شايفين طيب إذا كان بيقوم بالدسيجن ثم حيعمل شنو الذكات رديل هم مدالين يخلوا الزكاة للإصطناعي يكون أسيست يعني يكون شنو مساعد يعني هو ما هو هو اللي يقرر لكن هو شنو هو يعني بالتعاون مع الزكاة للإصطناعي بيساعد الهيومن في أن يكون عندهم دقة عالية في التشخيص بالضبط لكن القرار النهايي بيكون بالنسبة للميديكال براكتشنا للدكتور ما هو للخوارزمية بالضبط المفاهيم تحت الأخلاقياته دي طيب دي نحن فيها لا نحن بعيدين كل البات نحن فيها يعني كده بعد ذا النص لعيفة التدريج شوف الفواهد دي كيف ماشى كيف انت حسنا لاحظ الحياة دي كلها نتطبيقات في السودان كلها ممكن نستطبيق فيها حيات كدير جدا الجانب بتاع آخر مرحلة هي الـ Configuration Level هي دي الـ Self براها Self-optimizer Self-adjust يعني Self-configurer براه يشنو الحياة اللوجيكة المنطقية يقرر براه يتعلم براه يقرر براه يقوم بالحياة براه في الضبط كده يعني في المرحلة تحتينه ممكن يعرف لكن هل يقرر براه Self-optimizer براه يعدل نفسه حتى ممكن يصين نفسه براه يعني مسلا الروبوت اللي جاي نفسه يعرف بقع طول فيه سبير معين هتعطل يمشي براه يفيك كوي يركب التعني automatically Self-configure Self-adjust كده براه automatically فدي الحدة تحتينه الـ Configuration Level دي أعلى مرحلة في الميندسيت بتاع Industry 4.0 من الحياة الكلة من هنا كنا بنتكلم عننا هدي براه طيب ظابط ظابط شديد طيب أنا معارف إذا في حيات بس في حيات بس حياتي أنا المفروض ناخد خمسة وربعين دقيقة وبعد ذلك الناس اللازل بعد ذلك نديها نديها خمسة دقيقة لكن يعني كده الكلام صراح والكلام كان صارح الشيء لكن أنا دائرة أقول حاجة إنه أنا مثلا نتك أحمد زوج شاب سوداني باحتمال يكون إذ خرج تقريب من الجامعة ما عارف أي حاجة عن حياتي يكون من الكلام في هدي نصيحتك بالنسبة لي ممكن تكون شنا وبرضو في نفس الوقت إذا الناس عندها أي أسئلة ممكن تزأل نفتح الباب بتاع باب الأزيلة أوكي طيب الناس حسي أنا شايف أنه الناس تبدأ بيشنو بالزكاة الاصطناعية والداتا كيف تستفيد من الداتا يعني الشغل بتاع الاناليسيس كيف تحل الداتا لأنه دي البيزيك بتاع الثقار الاصطناعي إنه أنت محتاج تعرف كيف تستفيد من الداتا دي مرحلة أولية إنك تطلع الداتا وتحليل تطلع منها حيات أو معلومات مفيدة الناس ممكن تستفيد منها فدي على أساس إنه حسي حاليا عندها تطبيقات دي ما قلت شركات الناش على الستارتاب وهناي الناس حسي يجب أن تنتبه لكيف تستفيد من الداتا دي وكذا تانيا بيكون المرحلة التانية هي شغل الناس كيف تدخل الزكالي الصناعي في تطبيقات ممكن يكون عندها إمباك على السنان في مشاريع في الزراعة في الجانب مثلا في واحد كنتواصل مع عنده مشاكل تاعت إنه الزراعة المحور دي يعني بيستهلك كمية ضخمة جدا من الموية وكذا في جانب توزيع السماد وكذا كمان مشاكل تتحل بحيئة بسيئة جدا بالآيو بسيئة جدا ما بتكلف ولا شي ممكن تكون شو تسوي مباك زي ده فشو ده حيساعد كل الناس الشغالين في المجال المحور في المجال الزراعي مثلا في الرئي المحور وغيره كده في جار بتاع التشخيص بتذكر واحدة من الشباب هنا واحدة كانت عملت برضو خوارزمية بين التشخيص الكنسر اللي هو اسمي رام والخوارزمية حاليا شغالة في مستشفى الزرا في السودان في الحياة اللي يجنون بالضبط يعني حياتها ممكن تعملها ديبرويمنت اللي انه الناس ممكن تطبيقها والناس تجربها مع الجهزة الموجودة ويشوفوا دقاتها كانت كيف فهم ممكن يعملها معايرة في المستشفى وبناء علي عملها ديبرويمنت داخل المستشفى على سيغتهم فيها بالتجارب العملية اللي عملوها والتسينج فدي من حيات الناس ممكن تسبيد منها في جانب الدياغنوستيك دي ممكن تكون منها مشاريع استسمائلية ضخمة جدا في حتات دي التانيا بعد ذلك طبعا دي بتبني على شنو تبني باللغات البرمجة طبعا الناس هتكون في تولس بساعد مثلا زي Power BI مثلا Business Intelligence ممكن من دون كود برمجة كتير يعني ممكن تكون شنو تقوم بحياة كتيرة كدام في طول زي لي بساعدك من دون كود في الناس اللي دات تخش في المجال البرمجة ممكن تبدأ بالPython نشير بالمجال تعل بايسون أو لغة R فدي من حيات اللي هي زكاة للصناع حسي باعتمد على أو Matlab برضو بصورة كبيرة مستخدم في المجال التعزيق على الصناع فدي ممكن الناس تبدأ من الحاجة دي كمرحلة وبعد ذلك تبدأ تنفذها في مشاريع تنموية في حيات CoinDying Backways كدام فدي الحسين يشتغل فيه في الجمعية يعني يحاول ندخل الناس في مشاريع زي دي في collaboration مع الجهات مثلا مثلا مشروع كانت تنموية ستانفورد فدي حيات بتخليك تشتغل مع research على مستوى العالم في حياة وتشوف كيف يعني أنا كن في مطور زي بتاع Bioners أول واحد تكلمت معه لي خمسين سنة في المجال بعد الدكتوراه بتاع يعني بحاسم بعد الدكتوراه خمسين سنة فدي الناس اللي هي بتكون في مجتمع زي ذا بتكون من ثلاث بتغير بتشوف الناس اللي هما في طب الهرم ده شغالين كيف بيفكروا كيف بالضبط ظابط ظابط خلينا ناخد يعني سؤال واحد سريع من فلستي بشير السؤال إنه مع الوضع الاقتصادي المشي حسي ده هل المضبط على الذكاء الاصطناعي والروبوتيكس حيزده لجدا ولا الزكاة الصناعي أنا دائما بتكلم في إنه ما مرتبط بالحكومات يعني إنت حسي تشوف في بريطانيا ولا في غير ولا كده فهي ما عند علاقة بالدولة وهما محتاج لراصمال يعني أنت ممكن تسوي خوار الزكاة الصناعي باللاب توب بتاعك ممكن تشتغل بالتلفون بتاعك بالشوال تاع الكلاود يعني تعمل كمبيوتر براك أولاين كمبيوتر سوبر كمبيوتر بمواصفات عالة جدا وتشوف النتائج بتاعته كيف بصورة كبيرة جدا يعني أنت من الحياة التي هي الناس ممكن تستفيد منها يعني فدي أنا شوف إنه ما لدي علاقة بالحكومة متعلقة بالناس وبالإنشيتيف المبادرة بتاعت الناس يتشتغل مع بعض في الجميع بنحاول لدخل مشاريع والناس يتشتغل مع بعض في مشاريع الناس يتعلم من بعض ضيائي من مجال بتاع كده فالناس بتليم مثلا إننا نكون في الزكاة الاصطناعية فعارف تخلي الخوارزمية تصل لحيط تكون كوكنات فكده كان مرحلة بتاعجونا أعمل منها كوكبي يعني نحن بتوقف لأنه هذا ما شغلين تي الاب انا بشير الخوارزمية واشتغلت كده بعد ذا أسليم لشنو محتاج لذول بتاع ااب ويب 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 منها بعد ذا ممكن يكون في ويب ااب بين الحاجة دي فهو باعتمد على الخوارزمية بتاع تكون الكور بتاع الشغل بتاع وهو بعد ذا بشتغل الديزاين التاني الback end front الناس بتكمل بعض بتقوم بمشاريع بحاجة بسيطة جدا من دور راسمال يعني ما بتحكم راسمال راسمال هو المهارة بالضبط يعني انت لنستغل الحياة دي اللي الصدافة بتاع التطبيق مثلا ترفعه في google play حاجة توسكى راسمال كتاكلفة بالضبط هنا بالضبط كده حتى المنصات العامة مثلا بتاع الكلاود ممكن تدوك free trail مجاني لمدة سنتين الناس تجري فيها ممكن تقدم لفند اللي حاجة مع فدي كل ريسورس وموارد الناس ممكن تسفيد منها ما محتاج الحكومة فيها يعني فما اعتقد الحكومة عندها دور هي متطبة الناس ورغبة الناس فينا تشتغل مشاريع زي دي متاس ضعب شعيد يعني دي برضو انا واحد من حيث لقول انه يعني حسي واضح انه عشان تخش في اي مجال الموضوع بيقى ساهل الشريط تمام معا بس بحتاج يعني محتاج انه التفكير بيقى اكتر من الموضوع بتاع انه والله يا يا الحيدي حملا رانوين محتاج يجي هز ضعب حي بشكل طيب اوكي تمام طلاب الشعيد اوكي انا اعتقد انحنا ما عندنا سؤال لكن ابو حميد حق ما اخلي لك اذا في اي حاج احب تقول في النهاية او 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 طيب او بالنسبة لي يعني الناس مفترض تحرك في اش نحسي فانا شايف انه يعني المشاريع الممكن يكون زي ما قلت شنو احنا دائما بنحاول في الحياة عندها امباك يعني مثلا مشتغل المشروع اللي اشتغلت مع جوان ستانفورد في انه لانه امباك بتاع المشروع حيتين تضيق المشروع ده في الدول في لاتين امريكا وفي افريقيا وفي ساو سيشيا فشوف كمية الحقيقة بتكون امباك دي ممكن شنو الناس تشتغل فيها بغصورة كبيرة جدا بعد ذاك انت من الحقيقة دي ممكن تطلع بنا بيزنس بيزنس اللي الناس هتستفيد لانه لازم يكون في شنو وين وين لانه الناس هتكون السفات من السيرفز دي يعني في ناس بتبني سيرفز على سيرفز مثلا امازون بتاع امازون AWS صحيح اوكي في ناس بتقوم بتعمل مايكرو سيرفز تبني على السيرفز دي واحد عمل مثلا حكاة انه تشتغل شغلة data engineering على الكلاود محتاج تكون عارف حيات معينة طيب انا عين ناس data engineers عشان يقوم لليه بالشغلة على clustering للداتا والحاجات دي لا قام عملوا انه هما بنوا infrastructure والبناء بتعلي infrastructure على الكلاود ما تدفع فيه كروش بتدفع الاستخدام لما تجي تستخدم compute power معالجة لتخزين data بتدفع لكن تبني infrastructure على الكلاود ما بتدفع فيه كروش بالضبط فهما بنوا infrastructure وبعد ذاك عملوا عليها بقوا يبقوا للناس infrastructure as a service بدلين انت تقوم تدخل ال data وتعرف دخل ال data كيف وتجيب وتربط والحاجات دي هنا بس تقوم تعمل ال link تخش وتتخزن ويحصل لها infrastructure تجي ال data جاهزة الجاية ما كانت structure data بتبقى structure وتكون جاهز ال analytics فكذا شنو عمل لك شغل data engineering انت كله الشركات استفادت انا هافصل لكل الناس data engineer لس بانينو على جنو على infrastructure amazon وهما حقوا مصلا وده subscription business شو الناس بتبني كيف في التفكر كيف في Microsoft بديم الحياة الناس ممكن تستبيد منها بصورة كبيرة جدا في حياة كيف تستبيد من cloud في شغل كثير جدا في مشاريع تكون impactful هما طبعا بيساعدوك يعني حسنا مقدمين ل Amazon امازون ستديني ما يعادل المئة الف جنيس تليني كريديت هنا كرسيد في المنصة اللي لانو اعتمد عليهم واستخدمو لانو سابقا شنو ستواصل كويسة معاينا في النهاية برضو شنو انا هاخلي اكون من اول عندي امكانية الشركات السوبر companies يعني انت لانو cloud بديك امكانية انك ممكن تاخد من سيرفر يعني مثلا انت ممكن في ثانية تحتاج لمية الف سيرفر ليه تشتري مية الف سيرفر من بداية ما في start-up بيجيب مية الف سيرفر من بداية لانت محتاج لمية الف سيرفر في ثانية cloud بيديك بيديك الثانية مية الف سيرفر وبيحاسبك بالثانية بالتاين بس شوف الحاجة انت عندك ميزة الشركات العملاقة وانت شركة ناشئة فدي من حيات المفيدة جدا للشركات الناشئة الناس ممكن تشتغل عليها في digital transformation تحول للحياة بصورة فلي يعني وتشوف الناس تشغالة كيف فدي الحياة نحن شايفين ان الناس متاخرة جدا في السودان فالناس محتاج تتحرك في الحتة دي تكون مشاريع تكون انشاء الله فممكن ان شاء الله انا حاول تاني اعمل في الجانب تاع الاخلاقيات لانه بالذات في التطبيقات لانه النقاش يكون في اثقة وال اخلاقيات للاستخدام التكنوجيا لانه الحقيقة يستخدم في تشخيص طبي حالين عارفين انه طباق يغلط دقة طباق 80% يعني 20% غلط لانه تقبل لانه بني آدم لكن ما يجيب خوارزمية 95% الدقة بتاع الناس تتكلم في الثقة وفي شنو طيب انت ما هنا عندك الدقة بتاع لا يبقى هو لكن تتكلم فيه فأنا بشوف هو الموضوع ما هو بس جانب اثيكس والثقة فقط لكن الناس متخوفة من لكن ما خلاص هو الموضوع تخش في تطبيقات معينة وتطور بدأ التكنولوجيا بيجي متجدم على الريجليشن يعني مثلا في حس في امريكا ليه حس الديبيت شغال في الحكم بتاعة العملات الرغمية فهل يعاملوها مثلا ك سيكوريتي كأنه زي بونز بتاع الدهب والأسوم وكده واللي يعاملوها كشنو يعني بالضبط ولا زي العملات الريجليشن داع الهادي لأنه ما قادل يمسقوا عليهم ولا حاجة شركة ضخمة جدا كانت تحرك تريليون وما يعني شركة الحجمة بتاعها فوق العشرة مليار يقولك شغال على سلاك كيف سلاك يعني شوف يتضبطي على سلاك يتخيل مشغل شركة ملتي بليون لفوق العشرة مليار فليه لأنه شركة زي دي ما في فهو سيمرق منا لكن هم سيستغلوا الموضوع ده في نعمل وحكم للجانب العملات الرغمية لأنه موضوع بقى شنو فبقى الشركات تسفيد سريع خشير تسفيد من السوق ده تسفيد من الحاجات الموجودة قول ما يحصل تبقى صعبة لأنه حسن تلقى فيه شركات كتير قد يحصل حكم وفي قوانين وحيات دي عليها لأنه لسه الحكومة قاية تفهم التكنولوجيا دي لكي تقدر تخطي لها فمسلا حسن بريطانيا وصلت المستوى الخامس في الأوتوناموس كارس لكن لأحسن الغانون ممنوع تشغيل العربي وأوتوناموس كارس في ناس كتير عقبوهم بس بفيديو مصور أوتو بالت في تسلا فمشغل بيكوك في سكوكولند فدلي عندهم سمارت فارم بيستغلط مزارعة الزكية عندهم ربوطات هي اللي بتعقم الشط بتاع البقرة بتحليب بتقرى الموت بتاع البقرة بال vision بتعرف ان البقرة غضانة كده بالضبط حتى في شغل تعمل معهم شغل في في ان بتلبس البقرة في ان تعيس ان هي في الصيف وتشرب موية كثيرة بالضبط في حيات النهاية بالضبط فدي فلي التركترات شغال اوتونوموس التركتر بيحرد في زراعة الدرون شغال بتوزع السماد فتلقاها فلي لان ما في انسان بيخش المزرعة كثير هناك ما في حكم لكن تكون عربية في الشارع الدبق الدرون لسه في قوانين في الهتة مثلا ناس عملت درون تطير بالزول وكده ها طيب يعني لها رخصة ولا كيف بالضبط الحياة دي فالرغيليشن لسه في حاجات متأخرة وفي حاجات شنو الناس ممكن تسفيد منها بصورة كبيرة جدا ممتاز خالص انا صراحة مدير اوقف لكن يعني كده عشان يسا نص بالضبط لكن يا بوحمد شكرا جزيلا وفي حاجة كتير انا شخصيا استفيد من الحاجة دي حاجة كده لقدام يعني بماما حدخد بس قوة سودان في الموضوع انه انه نفكر انه نعملين ان شاء الله لقدام كورس بالموضوع بتاعدات الاناليس في الناس بردو ممكن تشوف لكن شاكل شديد يا بوحمد على القاعدة وان شاء الله تكون الناس استفادت من الحاجة دي وحاجة آخيرة ستجد في التعليقات في صفحة محمد انا صراحة في حاجة كثيرة شديد ان كان كلمت عنها قاعد تشوف الضبط شديد شكرا جزيلا لكم يا شباب وان شاء الله نشوف كم في مستر كلاس جاي ومع السلامة شكرا يا بوحمد الله يخلي الله حسين